بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا أبناء العزاء في هذه الحصة الجديدة والتي تعلقنا طبعا بحصة تقويم ودعم الوحدة طبعا الدرسين اللي هما ديالتاريخ طبعا التاريخ هو المؤرخ وعصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخية نعم إذن نشرع على بركة الله طبعا ها هو التمني الأول إن التاريخ ليسه دراسة ماضي الدول فقط إنه أيضا دراسة تاريخ أسرتك وقريتك ومدينتك كما أن بعض الوطائق القديمة يمكنها أن تساعدك على تمثل ماضي وفهم آلمنا طبعا في الحاضر نعم إذن أنتم مطالبين بقراءته مرتين أو ثلاثة حتى تتسعبونه أستخلص من النص موضوع التاريخ ووظيفته طبعا التاريخ موضوع التاريخ هو دراسة ماضي الدول ودراسة تاريخ أسرتك وقريتك ومدينتك إذن فهو يهتم بدراسة تاريخ الدول وتاريخ الأسرة وتاريخ القرية والمدينة وطبعا وظيفته هو التعرف على الماضي لفهم الحاضر التعرف على الماضي لفهم الحاضر طبعا أسمي الوسائل التي تساعدها على فهم الماضي وكتابة التاريخ طبعا هذو وسائل معضوه النقا هذو وسيلة طبعا مكتوبة مخطوطات طبعا عدنا الآثار نعم تابتة هذه شهادة شفوية لاحظوا جيدا احكي لي يا جدي عن تاريخ أسرتنا طبعا فهذه شهادة شفوية وطبعا عدنا إذن كل شيء شهادة شفوية وشهادة الآثار تابتة والآثار متنقلة وطبعا هنا كتكون مصورة هذه وثيقة طبعا وهي مصورة نعم إذن هذه الوسائل وصنفوا هذه الوسائل حسب نوعيتها وبين أهميتها في جدول أن نقول نعم ها هي إذن عدنا هذه طبعا مكتوبة هذه الوثيقة جوج طبعا مادية وثلاثة طبعا هذه شفوية وهذه عدنا طبعا فهي وثيقة مصورة إجابة إذن نعود إلى السؤال الأول موضوع التاريخ من النص دراسة ما هذه الدول ودراسة تاريخ أسراء والقرية بالتأمر بوضاء وكذلك المدينة وظيفته تمتل الماضي أو التعرف على الماضي لفهم الحاضر بالنسبة للسؤال الثاني الوسائل التي تساعد على فهم الماضي وكتابة التاريخية الشهادات المكتوبة الشهادات الشفوية المآثير التاريخية تصورة عدنا قبلة الوليلي طبعا والوطائق المصورة النسبة لهنا عدنا هذه وثيقة وحفية مكتوبة وأهمية ذلك فهي شهادة أساسية طبعا للمؤرخ جوج عدنا هذه مادية طبعا التعرف الحضارات القديمة وهي كل الأهمية دير هذه الوطاة كلها أنها تثري وتغني طبعا عمل المؤرخ الشفوية هذه الشفوية هذه الثلاثة يعني رصد أحداث الماضي القريب طبعا من طرف أشخاص إما عاشوا الحادث أو شاركوا شاركوا في الحادث أو عاشوا الحادث ثم بطيقة مصورة طبعا تهي مهمة بزا في إثبات الحادث وتأكيده إذن عندهم أهمية كبيرة بالنسبة طبعا للمؤرخ نعود أعتقد نعود إلى الأسئلة طبعا هنا أذكر بعض الوسائل الحديثة التي يمكن أن يعتمد المؤرخ في عملهم مستقبلا نعم هنا تطلبنا الوسائل الحديثة التي يمكن أن يعتمدها المؤرخ في عملهم مستقبلا طبعا هيا بعض الأدوات الوسائل الحديثة التي يمكن أن يعتمد المؤرخ في عمل مثل الجرائد المجلات الإلكترونية التلفاز الهواتف هذه كلها طبعا وسائل حذيثة تساعد المؤرخ طبعا على طبعا يعتمد عليها المؤرخ في عمله النشاط الثاني أو التمرين الثاني قالوا لنا أنقل خط زمني إلى الدفتاري وأتمم متعبئته بالمعطاية المناسبة إذن هنا كانت خاوية عدنا هذه فسجلنا فيها عصور مقابل التاريخ طبعا تلتالف أو تلتالف خمسمين قلمات اختراع الكتابة وهنا العصر طبعا هذه العصر التاريخية يعني العصر القديم العصر الواسيط العصر الحديث ثم الفتراء المعاصرة إذن بين العصر نهاية العصر الواسيط وبداية العصر الحديث كانت اكتشاف أمريكا دخل لونا فرح نسجلناها إذن نحن تم تم تعبئة هذا الخط الزمني بالمعطاية تناقصة نعم هي قلنا أعيدها هنا عصر ما قبل التاريخ لما تم اختراع كتابة سنة تلتالف خمسمين قريبا قبل الميلاد طبعا دهر العصر التاريخية اللي عندناها أربع طبعا عصر العصر القديم والعصر الواسيط والعصر الحديث هي مسجلة ثم الفترة المعاصرة التي نعيشها وبدايتها هي الثورة الفرنسية نعم ألاحظوا الصور وأملأوا الجدول بكتابة مفهوم الصحيح في المكان المناسب إذن عندنا هنا التطور التزامن ثم عندنا هنا التعاقب إذن مفهوم ديال التطور التزامن التعاقب لاحظوا هنا عندنا محمد الخامس الحسن الثاني ثم محمد السادس إذن من محمد الخامس إلى محمد السادس فطبعا هنا من محمد الخامس إلى محمد السادس هناك تعاقب هناك تعاقب طبعا هنا اختراع المطبعة وانتشار الكتب اختراع المطبعة وانتشار الكتب طبعا لما تم اختراع المطبعة تم طبع الكتب إذن فهذا تزامن من الساعة الرملية طبعا إلى الساعة الإلكترونية فهذه الساعة الرملية إلى الساعة الإلكترونية هناك تتطور هناك إجابة هنا كما قلنا من محمد الخامس إلى محمد السادس هناك تعاقب ومن اختراع المطبع وانتشار الكتب في أين واحد هنا تزامن ومن الساعة الرملية إلى الساعة الإلكترونية هناك تطور من الساعة الرملية إلى الساعة الرملية هناك تطور إذن هذه هي الإجابات لها الأنشطة ترقبوا الدرس ثالث من مكون التاريخ